أهلا بكم نبدأها من التطورات التي نتابعها في الأخبار العاجلة منذ قليل ومن جنوب لبنان تحديدا وأطلاق رشق صاروخية من 55 صاروخا في اتجاه الجليل الأعلى بحسب ما أفد مراسل العربية بينها 20 صاروخا نحو صفد حيث تم استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي وكذلك استهداف مناطق في جنوب بحيرة طبرية من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن السلاح الجو استهدف المنصات التي أطلقت منها الصواريخ في جنوب لبنان وأكد الجيش الإسرائيلي أن الطائرات الحربية قصفت أيضا مبنى عسكريا تابع لحزب الله في منطقة كف الرمان في منطقة الجنوب ومن جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل العربية محمود شكر محمود أهلا بيك تطلعنا على آخر التطورات والتفاصيل من أين انطلقت هذه الصواريخ أو رشقة الصواريخ ومن التي تم استهدافه بالتحديد نعم هي الدفعة من الصواريخ انقسمت إلى ثلاثة رشقات على مدى زمن حوالي 40 دقيقة الرشقة الأولى كانت مع ساعات الصباح ثم بعد 30 دقيقة كانت الرشقة الثانية في فاصل ما بين الثانية والثالثة حوالي 6 إلى 7 دقائق الإعلام الحربي لحزب الله كان مع ساعات الفجر أيضا قد أشار إلى رشقة باتجاه ميعاد وكان ذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف فجرا مما يرفع عدد الرشقات حتى هذا التوقيت إلى أربع دفعات قام بها الحزب منذ الفجر حتى الآن الرشقة الثلاثة التي جاءت من الجانب الإسرائيلي يقول بأنه دمر منصات إطلاق هذه الصواريخ ما الذي ترصدونه في المناطق الجنوبية في لبنان إذا أخذنا الغارات الإسرائيلية التي قام بها منذ الأمس حتى الفجر نجد إلى أنه 39 عملا عسكريا قام به الإسرائيلي بالأمس وامتدت إلى الفجر كما أشرت معك ما بين 10 إلى 11 غارة حربية بالإضافة أيضا إلى غارات بالمسيرة بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي انقسم بدوره إلى مدفع تقليدي 155 وإلى فسفوري وبالإضافة أيضا إلى إطلاق قذائف مدفعية من دبابات المركافة أي قذائف مدرعة وبالإضافة أيضا إلى قصف هاون إذا أخذنا الصورة ليل أمس سريعا كانت آخر هذه الغارات باتجاه بلدة كفر الرمان في قضاء النبطية وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن السقوط 13 جريحا في حين أن الغارة الارتكازية في العمل الهجومي كانت باتجاه الأحمدية وأدت بدورها إلى السقوط مقاتل لحزب الله نعاه أيضا مع ساعات الليل بالإضافة إلى عدد من الجرحة بالنسبة إلى الغارات منذ ساعات الصباح حتى هذا التوقيت لم نرصد ميدانيا على الأرض بعد غارة واحدة كانت بعد الفجر وعليها هي بداية للمواجهات ما بين الطرفين في هذا النهار سنرصد كيف ستكون خلال الساعات القادمة